المدرسة الوطنية التجارة وتسير اليوم تتخرج أول فوش التحكيم بها طلقته عليه اسم سعيد بالقولة المرحوم سعيد بالقولة عنش فكرتوا في هذه المبادرة تعلق فوج الأول للتحكيم أو تنتم تدخلوا في الطرف في تكوينتها الحكام أولاً بكل بساطة الفكرة جات من الأساس أن التحكيم المغربي الحمد لله كيتوفر على طاقات هائلة من ناحية التقنية وكنكين واحد نوع من نقص على مستوى تكوين ذي الحكام فجاتنا الفكرة بحكم أننا مدرسة كتكون يعني أطور عليا في مجال تسير وتدبير الشركات أن على سلل من خرجوز من هالطلبة من روش هالطلبة دي المدرسة الوطنية التجارة وتسير حكام ليشرفوا أولاً البلاد دينا على مستوى التحكيم واللي يمكن لهم بحكم أنهم متوفرين على تكوين أكاديمي عالي زائد تكوين التحكيم إن شاء الله اللي غيكون في موسوى عالي بحكم تواجد مؤهلات كبيرة في المغرب في هذا المجال هذا أننا نعطوه للمغرب حكام اللي متلوه أولاً على الساحة الوطنية والساحة الإفاقية والساحة الدولية أحسن تحكيه أحسن تمثيل بحكم أننا مغي يكونوا يعني متوفرون على المجوعة لكفاءات خاصة كفاءات لغوية بحكم أن الطلبة دينا كيتخنوا عدة لغات منها الإسبانية منها الإنجليزية منها الفرنسية هذا ما يمكن يكون إلا حافج لتطوير تحكيم بالبلادنا وأن المغرب يكون عنده تمثيلية أحسن من نسبة الحكم في المستقبل القريب والمتوشين إن شاء الله وكيف كانت عمائة العملية تتكون وش كانت بشاركة مع الجامعة واللوش بالعصبة؟ من طبيع الحال إحنا بحكم الاختصاص دينا بحكم أننا مكان توفروا على أساسي ذلك في هذا الميدان فرجعنا الناس للاختصاص اللي هما عصبة دي الدربيضاء زائد لفيدغاسهم وكان غوية ماهو كان دفوت اللي كان واكبونا من الأول دي هذا وكان توحط الاتفاقي دي الشاركة بحكم أنهم هما اللي يشرفوا للعمائة دي التكوين سواء في ما يتعلق بالقوانين الخاصة بالتحكيم سواء على المستوى كذلك التطبيقي والحمد لله إحنا اليوم هاد الخريجين دي الفوز الأولي كيتكون من 21 طالب منهم ربعة الفتيات و 17 طالب فهما أولا يعني حسن كلهم نجحوا بنسبة 100% في جميع الاختبارات سواء الكتابية أو كذلك التطبيقية والتست غالك استيرتوفيزيك دي التحكيم ليواتو حد تست صعيب نوعا ما فهذا الطلب الحمد لله بينوا اليوم أنهم حصلوا على تكوين جيد من طرف الناس دي العصبة تانيا أنهم إن شاء الله بدبوا بدوا في الإكزرسيس إسان تغاني دي إكزرسي نماتي دو دربيتراج في واحد لنفو ديترميني في العليق ونتمنون لهم إن شاء الله التوفيق والنجاح والسادات في هذه التجاربة دي المدرسة الوطنية تجارب هي تجاربة فريدة من نوعا ما شيء على مستوى المغرب على مستوى العالم فهنا نتحدش وعد أنها تكون مؤسسة كتكون في مجال التجاوب تسير كتكون الحكام فإحنا هذه الفكرة كانت بوحل مجموعة المساعدة دي حول مجموعة الناس ونحمد لله كأعتبروها تجربة ناجي حول إن شاء الله غنصاروا أنها تكون تعطي إن شاء الله نتطب قوموسيون في القريب العاش هذه البروموسيون أعطيناها من طبيع الحال لكونوتاسيون دي السيب القولة نظرا للفخر الكبير اللي جابوا هذا الحكم الدولي المتمييز للمغرب والقارة الإفريقية والجميع الدول العربية بحكم أنه كان أول حكم مغربي عربي إفريقي كيمتل هذه الدول في ختم وفي المقابلات النهائية في 1998 في فرنسا في كأس العنى في يوم 8 يناير 2022 أعطيتم الإنطلاقة الرسمية تفعل أولى دي التحكيم بقولة تكريم الحكم الدولي والوطني المغربي كانت هنا يتكريم دياله وفي نفس الوقت تعطيت الإنطلاقة الرسمية لهذه الدورة لكل هدف ديالها هو نخرج طلبة عندهم واحد المستوى أكاديمي في الدراسة وفي نفس الوقت عندهم مساوى في التحكيم لأن كيفما كان عرفوا أن المغرب خصو يدير واحد تنوع تقافي لأن الكورة بحد ذاتها تقافي واحد تنوع تقافي وواحد لفورماسيون الشبابات اليوم ورثأ المدير ديال من درسة الوطنية التجارة وتسير مع مجموعة من الناس داو الاختصاص أنهم تقع واحد دفعة واحد تكوين لطلبة ديال المدرسة الوطنية التجارة وتسير ما كيخلي واحد لكالي تعدنا هذا الحكام أنهم عندهم واحد لديبلوم تصبرك الله لديبلوم ديال لونسي جي دو سينكون وراها معترف بها وطنيا ودوليا وكذلك أنهم عندهم واحد تكوين لي فريمو أكاديمي ولي كتصهر عليها الجامعة الملكية الكورة القادم وفي نفس الوقت تصهر عليها المؤسسة من خلال أساتذة مختصين في التحكيم اشتركوا في القناة